موسيقى لماذا يخشى الناس من الموت؟ الجواب على ذلك وهل يخشى جميع الناس من الموت؟ الأفراد على ثلاث طوائف الطائف الأولى الملحدون هؤلاء يحق لهم أن يخشوا من الموت لأن الموت كما ذكرنا يمثل لهم العدم المطلق نحن كل واحد منا عنده حب البقاء هذه من أقوى الغرائز الموجودة فينا نحن نضحي بكل شيء من أجل البقاء إذا واحد دار أمر بين المال وبين البقاء يضحي بكل شيء من أجل البقاء ولعله هذه أقوى غريز فينا الماد يرى أنه ينتهي كل شيء ويدخل في عالم العدم المطلق العدم الجزئي مخيف عدم طاقة عدم قوة عدم جارحة فكيف بالعدم الكل؟ الماديون يخافون من الموت لأنه يعتبرونه عدما مطلقا الجنات والمذنبون يخافون من الموت لأنهم يقدمون على جزاء أعماله سئل أبو ذر رحمة الله تعالى عليه لماذا نخاف من الموت؟ قَالَ لَأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ آخِرَتَكُمْ فَتُنْقَلُونَ مِنْ دَارِ عِمْرَانٍ إِلَى دَارِ خَرَارَةِ قَالَ أَمَّا قُدُومُ الْمُحْسِنِينَ فَكَيْفَ قُدُومُنَا عَلَى اللَّهِ وَأَمَّا قُدُومُ الْمُسِيئِينَ فَكَقُدُومِ الْعَبْدِ الْآبِقِ عَلَى مُولَاهِ العَبْدِ الْآبِقِ الشَّارِدْ عندما يُؤخذ إلى مولَاه كيف يُؤخذ؟ القاتل الجاني عندما يُؤخذ ويُسَلَّم إلى الشرطة ماذا تكون حالته؟ أَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَا يَخَافُونَ الْمُوتِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْتِ هذه الحيثية مهمة في هذا الكلام ولها تفصيل لعلنا نعرض له في بحث آخر أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَخَافُونَ مَنَا لأن الموت عبارة عن النافذة التي يعبرون منها إلى حياة أرقى وأعلى أَوْلِيَاءُ أَوْلِيَاءُ